السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله انديكم مع بعضنا كيك سهل ماهل والديد بزاف شيش كي حماق صراحة ودون ضيط دون زيت دون سكر ان شاء الله تابعوا معي المقادر حتى الاخير مكونات جدا بسيطة وسهلة وغتعطيكم ناجيجة والاروع. اول شي ان شاء الله غنحتاجوا الكيك دينا هو بسكوت الاوريو كيفما كتشوفوا معي عندي 24 حبة دي البسكوت الاوريو ماي يعادل 228 غرام يمكن لكم الضعف والكمية ان اردتم او تديروها على ثلاثة المرات وغتعطيكم اكيد الكيك مضاعف الحجم ديالو. سوف نضعه مباشرة في هاشواغ في اي اشيء فاشن نطحن البسكوت ديالي. كان نوريكم هنا في الحرف حرف الف يعني فاضي. سوف نطحن البسكوت ديالي هو اوريجينال يكون بلدك الكريمة بيضاء ما الافضل. حبيته التاني البسكوت ديالي يمكن لكم مهم انا حبيت نعمل بهذا. سوف نطحنه جيدا حتى يرجع بودرة. سوف يرجع بودرة مايبقاش يعني في حبيبات اللي انا سوف نضيفه كيك. مباشرة سوف ناخد البودرة ديال بسكوت الاوريو ونوضعها في بولار او في اناء عمل. ثم نضيف لها مباشرة ملعقة ديال طعام زبدة مذابة وتكون واخدها درج حرارة المطبخ. نرى مذابة واخدها درج حرارة المطبخ يعني قابطة يعني نس نس. ثم نضيف الحليب عندي ميتين وعشرين مليلتر حليب درج حرارة المطبخ كذلك. نضيف اضافة الحليب بشوية بشوية يعني اضيف القليل من الحليب واخلط. نضيف 4 جرام ديال بيكاربونات السوداء ونضيف 8 جرام ديال لورجيميك او بيكين باودر. ثم اكمل الخلط. نضيف كمية الحليب ونخلط ثم نضيف كمية اخرى. بشكل موضح معكم كنتمنى يكون واضح جيدا. كان صعب نفس العمل يحتاج نكمل كمية دي الحليب اللي عندي. ثم غناخد واحد القالب اللي يسبقلي دهنتو بالزبدة. قدر القالب اللي سنستعمل ان شاء الله هو 15 سنتيمتر. يمكن لكم استعملوا قالب اصغر. ويمكن لكم استعملوا قالب اكبر. لابدت تعجيكم الكيك هابطة. ما رجيكم مش عالية. وضعت في ورق الزبدة بالاسفل دهنتو الزبدة وضعت ورق الزبدة في الاسفل. ثم صبيت الخالد الكيك ديالي. الفرن عندي هنا ساخن. على درجة او من 170 إلى 180. من 180 درجة تقريبا. ثم غضي نوضع الكيك ديالي. 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 هنا عندي شوكولة كوفيرتر. ميات غرد الشوكولة كوفيرتر. يستعمل تلك الشوكولة. اللي فيها هي كبه الشوكولة ديال نوع ديال الماكاول. لانها رائعة صراحة نصحكم بها. نضيف عليها 70 ميلي لتر ديال الكريمة السائلة. او كريمة الطبخ والحلوية اللي هي بدون سكر. غضي نوضعها في بماغي. او ميكرو وايف. او ميكرو هوند. و غضي نضيبها. ثم بعد ما نخرج الكيك ديالي. غضي نزيلها من القالب نقلبها في صحن. او نقلبها في اي صحن. تحبو شكل ديالي. لان انا غضي نضيب القناش ديال الشوكولة كثير. ثم غضي نصب القناش ديالي. فوق من الكيك بهذا الشكل هذا. نغطي الكيك كليا بدك القناش. ها يعطيني واحد شكل رائع جدا. اما المضاق. فحدث ولا حرج رائع جدا. جدا جدا جدا. معندي ما نقول لكم مضاق. يا سلام ولا اروع. سوفين بعد ما صبيتوا كليا. غضي نقدم الكيك ديالنا لكم. بصحة والعافية. اشتركوا. اشتركوا على احباب والاصديقاء. على مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك تركونا تعليقاتكم مرائعة. التي تشبه قلوبكم. وكذلك اول مرة تشوفوا القناة. اشتركوا. فمرحبكم بالتأكيد. سوف نقطع معكم الكيك. ثم سوف نقدمها لكم بالصحة والعافية. سوف نقطعتها ساخنة جدا. سوف نقطعها. طالع البخار ديالها. لانها ما زالها ساخنة. هالكيك يتحمق وليداتكم. الكبار. كل شيء غي يحبها. لا تحتاج بيض. لا تحتاج زبدة فيها اختيارية. لا تحتاج زيت. لا تحتاج السكر. سهلة مهلة. والنتيجة ديالها رائعة. سوف ننمر ان شاء الله. اخر مرحلة كما عودتكم. بعد ما قطعناها. سوف تعجبكم بزاف 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 بزاف. جربوها بطريقتي. يمكن تعود الكريمة في القانش. بالحليب. هنا سوف نتضوق مع بعضنا. اشتركوا على الهتمال فيديو. شكرا على الحسن المتابعة. كان معكم شفاوم عبدالله فاتي. تحياتي الى اللقاء. ما شاء الله. ولا اروع. جدا. رائعة. اتمنى ان شاء الله تجربوها. ولا اروع. رائعة. 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 رائعة رائعة. ما دي ما اقول لكم شوفها. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. رائعة رائعة. رائعة.